تحياتي لكم من جديد رح ننتهي الان لضيف اليوم طبعا مميز جدا الو بصمة واضحة ومنفردة في طريقة الكتابة وايضا الطرح باحث وكاتب والقائمة رح تطول يعني ما شاء الله بشهادات اللي حاصل عليها وايضا المجالات اللي كانت بالكتابة او غيرها الابدع فيها اليوم ممكن نحكي احنا عن شخص ابدع بمجال البحث ومجال الكهرباء والالكترونيات وقائمة طول جدا متل ما ذكرت ما رح نحكي اكتر رح نخلي ضيفنا هو اللي يدردش معنا ويحكي لنا اكتر اكيد ورح يكون بضيافتنا لأستاذ الباحث والكاتب صفوة كامل يسهل صباحك اهلا وسهلا فيك استاذ صباح الخير تحياتنا للك اول اشي مبارك على توقيع الكتاب الجديد يمكن اني كان من فترة اصيرة وثاني اشي احنا كتير مبسوطين بوجودك معنا اليوم بصباح دجلة نورتنا اهلا وسهلا فيك اول شي خلينا نحكي شوي اليوم يعني فيه قصة ما وراء اسمك فحابي اعرفها اليوم شو القصة وراء الاسم انا اسمي هو مسمى على اسم جدي جدي فنان نحات رسام اسمه فاتحي صفوت جدي لأمي واخي الاكبر اسمه كامل سمي على اسم جدي لوالدي كامل فاهم فهك هذا الاسماء يعني دائما احنا العرب نسمي اسمان على اسماء اجدادنا اجداد انا اسمها اسم ستتي كمان صحيح صحيح نعم فعلا اغلب اسمك ماذا بتسلم يا رب طيب اليوم خلينا نحكي انا اليوم حب اكتر اشي اصلت الضوء على اخر كتاب كان من حضرتك اليوم يعني كمان عم نحكي على كتاب اول اشي خلينا نحكي على حفل الافتتاح كيف كان وكيف كانت الاجواء تبعته هل انت راضي عنها كنت ولا لا نعم نعم هذا الكتاب هو المؤلف الرابع لي نعم والكتاب الاخير من ذاكرة الايام والازمان اقمنا باحتفالية توقيع واشهارة في قاعة الارفلي في شهر ايلول سبتمبر الماضي وحضر اكثر من مية وخمسين شخص تقريبا حي الماميز هذا الاحتفال في مقدمة الكتاب ان الكتاب اهديته الى من علمني حرفا اساتذتي مدرسين معلمين وصادف ان حضر الى هذا الاحتفال عدد من الذين تربيت على ايديهم وتذنذت من الفترة الابتدائية الى الجامعة فكان هذا حدث سعيد وكلهم تقدموا على الحاضرين وتحدثوا عن علاقتي معاهم والفضل يعود الهم بالاخير بالنهاية وايضا قدمني قدم الكتاب زميلي وصديقي المؤرخ والاعلامي المعروف دكتور حميد عبد الله اكيد حلو كتير طبعا تحياتنا لهم جميعا تحياتنا لكل انسان بترك بصمة بحياة اي شخص وحلو كتير انه عن جد ترجع تلتقي فيهم بعد وقت كتير طويل يمكن وتشوفهم اكيد موجودين وحاضريا لحتى يشوف هذا الانجاز اللي كان لهم هم نائد فيه وبصمة فيه فرصة كانت جدا رائعة ولحظات لا تنسى يعني اكيد طب لو نيجي نحكي اليوم كمان عن الكتاب نفسه كان كتاب تاريخي كتاب فني كتاب كمان سياسي تجمع جماعة يعني مجموعة كبيرة من الشغلات اللي موجودة فيه وايضا يعني ما كان خالي من الخيال يعني لجانب كل الحقيقة اللي كانت موجودة فيه الخيال ايضا كان له دور كتير كبير فيه فكيف ادرت انك تجمع ما بين الحقيقة والخيال وتقدر تحطهم بمكان واحد يعني يبدو انت صفحت الكتاب وجمعت يا هذه المعلومات الكتاب واضح من عنوانه كتاب تاريخي نعم من ذاكرة الايام والازمان والازمان الايام الفترة الماضية والازمان سنوات وعقود طويلة تتحدث عن من بداية تأسيس الدول العراقية الى الان لكن مواضيع مختلفة فيه مواضيع عسكرية فيه مواضيع سياسية فيه مواضيع اجتماعية فيه مواضيع فنية وفيه مواضيع شخصية وفيها موضوع هو رؤية للكاتب عن احداث سياسية وقعت العراق خلال فترة قرن من الزمن وموضوع اخر وهو الاخير يعني هو موضوع خيالي لواقع مفترض كان من المفروض ان يقع هذا الواقع لكن ما هو وقع لأسباب مذكرة في الكتاب فانا اكتبته وكأنه الحدث لم يقع وانما الامر جرت كما هي واكتبته هو هذا الموضوع الوحيد الخيالي اما البقية كلها وقاء حقيقي من تاريخ العراق الحديث خلال القرن الماضي الى اليوم نعم طيب لو نروح هيك شوي لموضوع السياسي يعني تحديدا موضوع السياسي احنا شفنا انك تحدثت بالكتاب عن جميل عبدالوهاب الرجل السياسي اللي انت بتشوفه طبعا متابر وطموح ويعني لك نظرة فيه كمان والله هيك ذكرته بالكتاب ولكن يوم ليش وقع الاختيار تحديدا على جميل عبدالوهاب ليه ما وقع على احد اخر يعني ليه هو تحديدا اللي حسيت انه هو الاخرب انه يكون موجود بكتابك نعم المرحوم جميع عبدالوهاب سياسي طموح وسميت الموضوع السياسي الطموح نعم لان يعني لم يصلت الضوء عليه خلال فترة عمله كان يعمل بهدوء وعمل بالسياسة ودخل احزاب وكان قاضي وايضا اصبح دونواسي لغاية 58 فالاضواء مسلط عليه بصورة خافتة فانا حاولت ان ابرز هذا الرجل هو بالمناسبة شقيق الدبلوماسي المرحوم عط عبدالوهاب نعم سفير من الاسبق في عمان وايضا هو كان سكرتير الملك فيصل او فيصل الثاني والامير عبدالله فانا حبيت اصلط عليه اظهر للناس على ضوء رسالة طالبة كتبت عنا رسالة ماجستير وحققت درجة جيدة فانا حبيت انقل هذه الملاحظات الى كتاب وبشكل مختصر يعني كتبت عن حياته حلو انا حاسة شوي استاذ صفوة انه اللي اثر عليك بهاي الشخصية تحديدا والسياسية جميل انه عملوا بهدوء هل يترى احنا عم منشوف هاي الايام انه العمل ان كان بالسياسة او المجالات الاخرى عم بيكون فيه ضجة والانسان اللي عم بيعمل الضجة هو اللي عم بيكون له الحق الاكبر ولا انه عن جد الناس اللي عم تشتغل بهدوء هي الناس اللي عم تكون رصينة وعم بيكون شغلها شغل جميل نعم هو العمل بهدوء هذا الكران ذات هي عمل الانسان بهدوء ويقدم كل ما لديه من عطاء الى بلده فعلا الان فيه ناس تطلع على السوشيال ميديا تظاهر تتباهها ولكن ربما انجازاتها لا تساوي هذه الضجة والعكس ايضا صحيح هذا الرجل هو من هذا الطراز انه يعمل بهدوء بدون اعلام ولكن الوقت الان كان ضعيف طبعا ولكن حقق اشياء كثيرة لصالح العراق كالسياح سينام كمتل ما بقولوا اخوانا المصريين داري على شمعتك تأيد يعني منحس انه اكيد هو العمل بهدوء يمكن كتير بوصلنا لمراحل كتير احنا بدنا اياها مش بدنا الناس تشوفها وتكون شاهدي عليها طيب شخص اخر اليوم كمان ذكر به كتابك اللي هو المصارع العراقي عدنان القيسي وفي وراءه قصة يعني هذا عمل ضجة في العراق من شماله الى جلوه على مدى ثلاث سنوات يمكن الجيل اللي بعد ما لحق على عدنان القيسي بس اللي جيل من جيلي واكبر يعرفون عدنان القيسي هذا الرجل يعني ربما اثر فيه تكويني النفسي تكويني الاجتماعي حتى تأثر على دراستي يعني ما عرف ان كانت هي سلبا ام ايجابا حاليا بس بالسابق اكيف سلبا هذا الرجل احب كل العراقيين من شماله الى جنوبه من رئيس الجمهورية الى الطفل اللي هو انا كنت في ذلك وتأثرت بي جدا وكنت قلت حركاته واتصارع مع اخي واولاد المحلة وفي المدرسة بحيث عندي مشاكل هالي وبعدين هو غادر عراق عام 73 وانتهت اسطورة عدنان القيسي العام الماضي بديت ابحث عنه عندما اكتبت هذا الموضوع بديت ابحث عنه وفعلا اثرت عنه هو في امريكا وتواصلنا بالحديث وقلت لان عندي موضوع وبعثت للموضوع نفسه اطلع عليه جدا اعجب بي وكان هو جدا مسرور ولي حد الان هو موجود في امريكا وتحياتي الى إذا اسمعنا ان شاء الله اكيد لحياتنا لكل شخص مؤثر اليوم بيها الطريقة يعني انتي اي عراق تسألي من هو عدنان القيسي راح هيكي القصص عنه اللي بيجيلي طبعا مش يجيلي بعد ويمكن احنا كأطفال التأثير بيكون علينا كتير اكبر والانسان هذا اللي بيأثر علينا بهذه الطريقة بتحديدا بأعمار مبكرة بيكون له أثر مختلف تماما عن اللي انت بتبلش تتأثر فيه بعمر متأخر شوي فتحديدا يعني هذول الأشخاص في كتير منهم يعني التأثير في الصغر للأسف يعني ريت باللسه فيه صحيح مية بالمية ريت لسه فيه مثل هكتأثيرات عنا بحياتنا طيب اليوم كمان الأحداث اللي كانت موجودة بكتاب من ذاكرة الأيام والأزمان كانت مثل ما ذكرت انه هي من وحي الخيال فيه أمور كانت يمكن هي انت عصرت البعض منها البعض منها كان مستوحى من حديث أشخاص آخرين كانوا عم بيحكيوا لك عنها وانت وثقت هذا الحديث بالكتاب ولكن الخيال أنا بحب أروح أشطح بعالم الخيال أنا أعشق الخيال أحيانا الخيال مؤلم أحيانا صح أحيانا ولكن يعني على قد ما بتحس أنه مؤلم ولكن أنه الخيال لما أنت تقدر توصل لمراحل أنك تعيش الألم أو تعيش الفرحة بالخيال هاي مراحل جدا متقدمة ومش أي إنسان يمكن بوصلها أستاذ صفو فأحب أحكي عن هذا الموضوع اليوم هو الموضوع يخص المرحوم الملك فيصل الثاني آخر ملوك العراق اللي قتل بطريقة شنيعة عام 1958 العام الماضي أنا أكتب هذا الموضوع صادف عمره 85 سنة فتخيلت أن هذا الرجل هذا الملك البريء لو كان لا زال عائش لا زال يحكم العراق كملك ماذا كان عدة الحكومة العراقية والشعب العراقي من احتفالات في هذا اليوم فتخيلت أن هذا الملك جلس الصبح واللبس ملابسه وطلع إلى الحديقة وشاف الجمع الجماهيرت جاءت للاحتفال به وثم انتقل إلى ملعب الكشافة الملعب لهذا اللي بنى والده وأيضا انتقل إلى المقبرة الملكية وضع أكيد من الزهور على ظريح والده وجده والعائلة المالكة وأيضا بالليل صار احتفال كبير استقبل بزعماء العالم أبرز زعماء العالم اللي هو استقبلهم في ريض خيالي الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا لأنه زارها عام 56 نعم هو زارها والأمير خالة وكانوا في ضيافتهم في قصرهم الناكي وأيضا تخيلت أنه الملك عبدالله الثاني جلالة الملك الأردن والملك الراني أيضا جاءوا إلى بغداد بصحبة ولي العهد الأمير حسين واستقبلهم الملك فيصل وزوجته كان في ذلك وقت كان خاطب الأميرة فاضلة فالآن أصبح زوجتي وكان أيضا في استقبلهم ولي العهد اللي سميته غازي أكيد رح يسمي على اسم والده اللي هو فيصل بن غازي فحق الأحداث ومرأوا استخدم التسميات ذلك وقت تسمية الجسور الشوارع المناطق المهمة زار خالته الأميرة بديعة اللي أظن أنت عايشة العامة توفت آخر الأميرات في العراق هذا هو الخيال لكن هذا الخيال جميل يعني كثير من اللي قرؤوها يعني قالوا لي أنه عيونهم دمعت طبعا هو الخيال جميل مؤثر ولكن سؤالي لك هل تعتقد لو عن جد هذا الخيال كان حقيقة خلينا نعتبر بهذه الأيام هل رح يكون تقريبا نفس الشيء مثل ما خيلته يعني أنا ملكي الهوى لو النظام الملكي باقي في عراق لكان حال العراق أفضل كما هو الحال في الأردن نعم صحيح معك طب اليوم يعني بدي أحكي كمان عن موضوع له تأثير كان فيك احنا حكينا عن الأسادسة وحكينا عن الناس الأثروا فيك ولكن كان لهم بصمة ولكن كمان مبارح احنا عم ندردش على التليفون قلت لي أنه خالة كان له تأثير فيك فأدي هذا التأثير كان اللي خلاك تقدر توصل اليوم للمراحل اللي أنت واصل فيها بهاي الأيام أدي هذا التأثير يعني ترك عن جد هذا الأثر الكبير بداخل صفوة اللي بدي أعرف وين عم تستذكره وين عم بيكون موجود وين عم بيكون عايش معك تمام تمام يعني خالة هو اسمه نجدة فتح صفوة أديب ومؤرخ ودبلوماسي وكاتب معروف على صعيد الأدبي في العراق يعني وأيضا على صعيد الدبلوماسي ونستذكره لأن قبل أيام صارت صارت الذكرى الثامنة إلى وفاته أنا تأثرت بي جدا لأن أنا كنت طالب في الصف الرابع ثانوي أو ماي عادل أعتقد في الأردن الثامن يعني عمري 14 سنة وقرأت أول كتاب سياسي دبلوماسي من تأليفه فأنا من ذاك وقت أثرت بي وظلت هذه الأفكار والطروحات في بالي وانتجهنا للعمل الوظيفي بعدها من جهة العمان كأنها نضجت فبدأت أكثر والتقيت بهنانا كان أيضا هو سكن العمان سكن أردن بعد غربة لمدة 30 سنة في إنجلترا فجاء العمان وأنا كنت ألتقي به وأستمع من أحاديثه وأفكاره فصار عندي أيضا ذاك النشاط الثقافي الكتابي ويعود الفضل إلى تحديدا يعني في ما وصلت إلي أنا من تأريفات وكتب ولازلت أعلم أنه عايش في كل كتباتك نعم نقدر نعتبره موجود بكل كتباتك يعني أنا في كتابي هذا ذكرته موضوع خاص عنده وموضوع حقيقة أيضا مؤلم وأيضا كتبه السابقة استعينيت بمصادر من مؤلفاته ولازلنا نستذكره يوميا يعني كل اللقاء مع عائلته نستذكره هذا الرجل أكيد طبعا أترك بصمة إلي شخصين والعائلة بصورة عامة رائع طب ذكرت أول كتاب لألك شو كان أول كتاب؟ نعم أول كتاب صدر لي عام 2016 كان يخص الأمير عبد الله هذا الأمير المظلوم الذي أيضا قتل مع الملك قتل شنيعة وحبيت أصلت أضعو عليه لأن التصليل عليه كان ضعيف والفكرة مأخوذة عنه خاطئة فأنا حاولت أن نصح هذه النظرة وبالفعل يعني توفقت في بشهادة المنقرة الكتاب هذا كان كتاب الأول الكتاب الثاني اللي صدر عام 2017 لشخصية على النقيض من شخصية الأمير عبد الله هو الرئيس العراقي الثاني الرئيس الراحل عبد الرحمن عارف أيضا هناك فكر خاطئ عنه فأنا حاولت أن نصح هذه الفكرة من خلال لقاءات مع شخصيات وتاريخها وأيضا التقيت مع ابن المرحوم قيس وعائلته الكتاب الثالث أيضا يختلف اختلاف جذري عن الكتاب الكتب الباقية اسم عراقيون في الأردن ماذا عمل العراقيون في الأردن بعد 2003 لغاية صدور الكتاب عام 2018 في مواضيع 40 موضوع كل موضوع يختلف عن الموضوع الثاني فكتاب هو يعني اجتماعي ولكن بعد سنوات سيكون كتاب تاريخي لحقبة من عمل أجالي عراقية في الأردن مية بالمية صحيح طب أستاذ صفوى اليوم يعني يجب أن نحكي كمان على الأعمال القادمة يعني هل هناك أي مخططات لأعمال قادمة قريبة ولا بتحس أنه ممكن يأخذ لك وقت شوي والله هذا بعيد إذا أنت تقرين عنوان كتاب الجزء الأول هناك الجزء الثاني وربما ثالث ورابع حسب توفر المادة حسب توفر الشخص وأيضا لا يجب توفر العامل النفسي في الكتابة هذا أيضا جزء مهم يعني أنا بدأت بي ولكن كلها رؤوس أقلام لم هذا فإن شاء الله يعني على السنة القادمة أنجز الجزء الثاني وأنا أيضا عندي كتابات تقريبا أكتب بين فترة وأخرى وأيضا أنقح الكتب بعض الكتب معيطونيها أنا قحها يعني الآن دا أشتغل الكتاب يخص الكابتن عدمان حمد تنقيح تنقيح بسيط وأيضا تنسيقه يعني خلال أيام يخلص هكذا هو نشاطي ثقافي في الحياة طيب قبل ما أختم رح تقدر تغششنا عن شخصية من شخصيات رح تكون بكتابك بالجزء الثاني نعم نعم لا غش أنا باشي لا تبرغش خلينا نقول سبق لقناة الدجلة نعم يعني موضوعا الشاعر نزار قباني وزوجته بلقيز الراوي حاسة في خيال رح يكون بالموضوع مش خيال لا حقائق حقائق مع شوية خيال لأن أخت المرحومة بلقيز هي مدرستي في الصف الثاني بتدائي الله وحضرتها بالنسبة باللقاء حلو فهي رح تزودني بمعلومات إضافة إلى معلومات من هنا وإن أخذها حتى يطلع الكتاب لها أكو بعض الخفايا غير معروفة عن بلقيز وإضاء موضوع آخر وأنا موضوع أخليها في حينها وتكونين إن شاء الله أنت أيضا مدعوة بالحفل إذا ما أجرينا اللي شرف أكيد طبعا أستاذ صفوة ويعني بصراحة كل التوفيق لإلك بالأجزاء القادمة يعني أنا تحمست لإلها وصار عندي فضول حتى أعرف هذا التاريخ العظيم للفنان أكيد طبعا نزار قباني فشكرا كثير لإلك وشكرا لوجودك معنا اليوم بصباح دجلة أنت نوارتنا شكرا جزيلا أنا أشكرك على هذه الاستضافة وأتمنى لقناتكم التقدم في المجال الإعلامي شكرا كثير شكرا